في إطار حرص الإدارة العامة للدفاع المدني على تعزيز السلامة العامة لجميع المواطنين والمقيمين في العديد من المواقع تأتي الحملة التي أطلقتها الإدارة حديثاً بخصوص الخيام الرمضانية بهدف حماية مرتدها تواصل الإدارة العامة للدفاع المدني الحملة التوعوية السنوية لمرتاد الخيام الرمضانية من خلال زيارات ميدانية لفريق توعوي مؤهل يتم خلالها التأكد من التزام أصحاب الخيام باشتراطات الأمن والسلامة ويتم خلالها تغطية ما يقارب 6 إلى 7 خيام في اليوم الواحد الحملة تكون من ضمن عدة حملات تقوم فيها الإدارة العامة للدفاع المدني من أجل توعية المواطنين والمقيمين في مملكة البحر من ضمن حملات السلامة في الخيام الرمضانية يكون فيه فريق مختص من مكتب علاقات العامة والتوعية في الإدارة العامة للدفاع المدني هذه الفريق يقوم بعدد من المهام التي هي التوعية وبراز بعض الأخطاء الشائعة في المجالس أو في الخيام فنعرض على أصحاب ولمن لك هذه المجالس أنهم يصححون أوضاعهم من أجل سلامتهم ومن أجل سلامة الموجودين داخل الميالس وحثت الإدارة العامة للدفاع المدني على ضرورة العمل بجملة من الإرشادات الخاصة بنصب الخيمة الرمضانية وهي أخذ الترخيص اللازم من الجهات المختصة اختيار الموقع المناسب والآمن عدم استعمال مواد قابلة للإشتعال ومواقد الطبخ داخل الخيمة وجود طفايات حريق وصندوق اسعافات أولية داخل الخيمة بالنسبة لنا تقريبا مكتابلين للشروط والإخوان بتوجيهاتهم ونصائحهم قاعدين إن شاء الله نطور روحنا من سنة إلى سنة نتمنى من الإخوات الثانين يكون نفس الشيء إن شاء الله بصراحة شهدتنا مجروحة في الإخوان في شرطة المجتمع والدفاع المدني قايمين بدور ممتاز بصراحة يعني تمنى لهم التوفيق إن شاء الله دفاع مدني ممقصرين سنوياً ممروننا وإي ملاحظة أي حاجة نعدلها والحمد لله التزمين بالنهاية أي شيء سلام عندنا من ناحية الويرات، طفاة الحريق، الصدلية، خلاج الدخان، قزوزفان كلها موجودة الحمد لله كما تتضمن الإرشادات ضرورة اختيار أسلاك كهربائية مناسبة وذات جودة مع الاستعانة بشخص مختص يشرف على وضع الأسلاك والتمديدات الكهربائية وقطع التيار الكهربائي عن الخيمة في حال عدم استخدامها وتجنب التدخين داخلها وعدم ترك الأجهزة والمعدات الثمنة في الخيمة